بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل مع بعض المفادرات الخاصة بمادة الالكتروميجنيتك فيلد النهاردة هنتكلم على موضوع الالكترونيج بوتينشيال و الالكترونيج استكمالا للكلام الأوليام في الميجنيتك فيلد طبعا واحد أول ما يرهيز هذا العنوان يقول لك طب أنا الالكترونيج بوتينشيال درستها أو الإنر فيه لعبس إحنا بندرسها من وقت نظر الفيلد أو بالقوانين اللي خدناها في الفيلد أول حاجة بنتكلم عنها الورك ضال طبعا هنا زي ما احنا شايفين في السلايد عندنا بيقول لك ان الالكترونيج عبارة عن يعني قوة قوة المجال يعني بيصحبها يعني احنا خدنا في الليكترونيج اللي فاتت ان الالكترونيج يبقى عن قوة بس على ايه الشحنة بنقول القوة دي على شحنة معينة صح؟ انما الالكترونيج بنقول انها هي عنده نقطة يعني لما بنحسب الالكترونيج بنحسبه عنده نقطة انما لما بنحسب الفورس بنحسبه عن شحنة ده الفارق الجوهري بين الاتنين أكيد انت لامس هذا الفارق فبيقول قوة يعني بيعتبر الالكترونيج اللي هي قوة طبعا قوة عمده نقطة معينة تمام؟ بالتالي لو انا عندي قوة يبقى انا عندي وورك ولا ما عنديش من قوانين الفيزيكس يبقى عندي شغل ولا ما عنديش عندي مصحوب بحركة الشحنة في المجال يبقى اسوشياتي دي يعني مصحوبة بحركة الشحنة في المجال بمعنى لو انا عندي شحنة اختبار بتتحرك في اتجاه الفيلد فبيحصل ايه بيجيلي وورك دار في شغل مبزول بايزا فيد بهذا المجال وبعد كده بيحصل ايه هي الشغل ده بيعجيلي شحنة الاختبار ده بيخليها ايه تبقى ايه تمشي بسرعة اعلى يعني تبقى سرعة متغيرة مع الزمن طيب لو تشارج لو الشحنة بتتحرك ضد اتجاه المجال يعني افرد ان الشحنة بتحرك ضد اتجاه المجال فحييجي اكسترنل يعني حاجة خارجية بتمدني بطاقة عشان تتغلب على القوة المبزولة على الشحنة داخل المجال طيب لو احنا افترضنا ان الازاحة بتاعة التست تشارج كيو الازاحة دي قلنا انها ديال لو افترضنا ان الازاحة اللي اتزاحتها الشحنة التست تشارج داخل مسافة نسميها ديال هي بتتحرك من نقطة ايه لنقطة بي بزاوية الفا بزاوية الفا بزاوية الفا بتميل على الاتجاه بتاع المجال يبقى لو قلت ان انا عندي شحنة اختبار بتتحرك من ايه الى بي في اتجاه معين بزاوية بزاوية عن اتجاه المجال الزاوية دي اسمها ايه الفا خلاص؟ القوة اللي بتبقى مفزولة على التست تشارج على شحنة الاختبار دي بالمجال لها مجنيتيود كام القوة بتبقى علاقتها بالالكتريك فيلد ايه يا جماعة قلنا يا قوة زيان عليها ايه انها مش عنده نقطة عند ايه شحنة يبقى حضرة في كيوتو صح؟ مش المجال اللي قوة المجال كانت في كيوتو على مش عارف ايه اربعة ضيئة بسلود فارتربيع في متجه الوحدة صح؟ او لا الثانية كانت ايه؟ كيوتو واحدة يبقى كيوتو على لان انا بحسب عنده نقطة انما هنا بحسب عن شحنة فالشحنة بخطف معاك فبقى اذا فورس بتسوي كيوتو في الايه وطبعا هنا الايه اس دايريكتة ايه تسو كومبولا يعني طبعا مركباتها ايه ممكن اكتبها كيوتو في ايه في كوسين الفا مش انا ممكن ان انا امايل بزاوية الفا لما اكتبها بحسب المثلثات اقول ايه كوسين الفا بدل ايه اقول ايه كوسين الفا هذا الاتجاه بتاع ايه بي لاتجاه ايه بي مش ايه كوسين الفا يبقى بالتالي الفرص بتاع كيوتو في ايه في كوسين الفا يبقى لو الشحنة تحركت من ايه بيه الجهد الشغل المبزول الشغل المبزول يساوي ايه كيو في ايه في كوسين الفا في دي ال ما هو القوة في المسافة القوة الوحدة كيو في ايه في كوسين الفا اضرب في المسافة هيا دي ال اي في كوسين الفا دي ال ليس ده المكديد الاي في مجنيتود دي ال أي اي دوسría دي ال صح؟ يعني اي وجي تصوير دساوي مجنيتود الاي في مجنيتود دي ال في كوسين الفا لا انا كاتب مجنيتود اي في كوسين الفا ود coisa مجنيتود برضه هذه حتة ما نريد شغل كنا دائما نأخي حتة اسمعها هي نريد عي db طيب لو انا كده الدي دابيو اس بوزيتف لو الالفا من زيرو التسعين التعويض يعني انت لو عرضت بكوساين من زيرو التسعين هيكون الدي دابيو بكام عندك هتبقى موجابة يبقى سو زاد ذا وورك اس دون بي زافيل الشغل بيبقى بيتعامل عن طريق فيه طب لو دي دابيو از نيجاتيب امتى نيجاتيب لو الالفا ما بين كام وكام تسعين لمائة وتمانية نيجاتيب وورك يبقى فيه هنا نيجاتيب شغل المبذول بالسالب يبقى هو ده الشغل المبذول بأكسترنال اجانس تزافيل ان فيه شغل بيتبزل خارجي ضد المجال دي لما قلت لك ان انت في اتجاه عكس المجال اهي من فساره يبقى طيب التوتال وورك داري ارزا بوتنشيال انرشي يعني او نقول الطاقة الوضعية المبذول او المطلوبة عشان تحرك لكيو من الاي للبي ضد المجال عبارة عن ايه ايه دي اللي اعزت اعرفها يبقى سالب عشان ضد المجال كيو الشحنة ستحركها بره التكامل واي ضد ايال جوه التكامل بكامل الاي ضد ايال طبعا بكامل على طول اللينس من ايه للبي طب طب لو الدابيو اتقسمت على الكيو يتجيب البوتنشيال انرجي بريوني تشارج الوورك على الشحنة بيسوي يا شبابنا بفرق الجهد من الفيزيكس يبقى فرق الجهد البوتنشيال ديفرانس دابيو على كيو ايه بقى هو سالب اشيل بس كيو لبرة ايه تكامل ايه للبي ايه ضد ايه فيه مشكلة عندك طب البي ايه بي بتوقص بايه بشول بير كولو في مشكلة عندك في اي مشاكل تمام على الكلام الكلمتين الحلوين اللي احنا لسه ايلينا وكده عايزين نشوف عليهم مثال عندك الاكتروستاتيك فيلد اس جيبن باي لنين ايه بتساوي اكس على الاتنين زائد اتنين واي في اتجاه الاكس زائد اتنين اكس في اتجاه الوورد دي بقى ده المجال الايه الكهرابي الاكتريك فيلد الاكتروستاتيك فيلد المطلوب يبقى انت كده اتنظم نفسك انا بديك الايه طالب من سيادتك الشغل المبزول في موفين في حركة انك تحرك البوينت تشارج كيو سالب عشرين مايكروكول لازم احركها منين لمنين فهو قال لك في بارت ايه بحركها من ارجن من نقطة الاصل لاربعة وزيرو زيرو وفي البرت رقم بي بيقول لي ان انا بحركها من اربعة زيرو زيرو لاربعة اتنين زيرو واضح هذا الكلام ولا لأ طيب اه لما بقول ايه ضد دي ال اه بتي ايه بتاعتي ايه الاكس على الاثنين زادي اتنين واي في اتجاه الاكس زايت اثنين اكس اه في اتجاه الواي هو كاتبي ضد دي ال يبقى بأعمل ضد بروتكت ادي�� مايه اللي عبارا عن يا شباب دي اكس في اتجاه الاكس زايت دي واي في اتجاه الايغ زايت دي زايت في اتجاه prepot right product يبقى كل component في القصاد منه يبقى ده ربط كده اكس على اثنين زياد اثنين واي بقت في الدي اكس طب الواي اثنين اكس في الدي واي الزيت بظهرت يبقى زيرو في دي زيت يبقى ما فيش زيت يبقى الايدود دي اللي انا جهزتها عشان احطها في القانون بتاعي اللي انا لسه ايه ذاكروا في السلايد اللي فاتت نكتب قانون دابيو بتساوي سالب كيو اقبارت ايه انا عملها بارت ايه في العمود الاول اللي هو على الشمال والعمود اللي على اليمين هو بارت بي من السواي تعال بص معايا دابيو بتساوي سالب كيو الانيشيال بوزيشن للفاينال بوزيشن تكامل اي ضد دي ال سالب كيو انا باخد الانيشيال بوزيشن بكتور زيرو 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 والفاينال بوزيشن اربعة زيرو زيرو اللي هي النقطة النهائية اللي انا حاوصله الله وكاتب ايه ضد خلاص طبعا حضرتك اللي انت كاتبه ده مش مع الاكس الواي والزد مش بصفار فيه تغير في الواي ولا في الاكس اه في الزد ده انا اسف في تغير في الواي او في الزد اللي تغير فين يبقى الدي اكس اللي تصهر بس الدي وي ما لقهاش لان انا اصلا حتى لو كتبتها وكملت هتكمل من زيرو لزيرو حتطرح زيرو من زيرو تبديك زيرو بلاش لا زيرو يبقى نكتب على طول ضيقت دي ايه دي اكس اكس على اتنين زياد اتنين وي اصبحت من زيرو الاربعة تكامل بالنسبة لدي اكس بس طب لما نكامل اكس على الاتنين زياد اتنين وي عايزة كاملها اكس سكوير اكس تبقى اكس على اتنين خلي بالك انا بقول زائد اتنين وي وبرضو الواي مش ظاهرة عندي يبقى كان يبقى كامل للإكس على الاثنين على طول يبقى لما كاملت يبقى إكس تربية على الأربعة وعوض بأبر لمت ناصر رور لمت تطلع ستاشر على الأربعة أضربها في قيمة الشحنة كيو اللي هي سالب عشرين وفيه سالب أصلا في القانون يبقى موجب يبقى تطلع طبعا تضرب الضربة الدربية دي كلها يبقى تمانين في عشر أو سالب ستة اللي هي تمانين مايكو جول واحدة الورك بالجول طبعا بارتي بيه نفس الشيء سالب تيو تكامل من إنشيال بوزيشن لفاينال بوزيشن طيب أنا عندي التكامل المراضي الأربعة للأربعة يعني الإكس مافيش تغير والزد مافيش تغير دي إكس والدي زد مافيش تغير التغير فين في الواي يبقى دي واي بس كومبونة اثنين إكس دي واي خلاص كده طيب الإكس عندي قيمتها بكام يا شباب باربعة يبقى حضرة باتنين فاربعة لأنها قيمة سابتة ماتغيرتش مش متغير الإكس في الكيس دي في الحالة دي فأضرة باتنين فاربعة باتبتمانية كامل التمانية تبقى بكام بالنسبة الواي تمانية بتبقى التمانية واي وطلعت التمانية برة يبقى اثنين نقص صفر باتنين عوض بالقيم بتاعتك تطلع النتيجة بثلتمية وعشرين مايكرو جو في مشكلة في الإجزامبل طيب بنيجي بقى نقول البوتينشيال فيلد أوف أبوينت شارج لو أنا عندي شحنة وعايز أحسب البوتينشيال فيلد يعني الجهد عنده نقطة زي ما بحسب الإلكتريك فيلد عنده نقطة بحسب المرات دي مين يا جماعة البوتينشيال فيلد عنده نقطة فبيقولك افترض أن أنا عندي نقطتين أو بي موجودة على يعني على الترتيب يعني دول موجودين على بعد واحدة موجودة على بعد بي زي ما احنا شاهدين كده طبعا هنا من النقطة أنا عندي نقطة أو نقطة بي البوتينشيال فيلد فرق الجهد ما بين أو بي بيساوي قالك تكامل أسالب تكامل من أي ضد طب ما لقينا عندي أصلا اللي هي كيو على أربعة بي إبسولونوت فين في الارتر بيع في اتجاه الار دي طب وانا افترض أنسب شكل كوردينتز افترضه أنهي شكل يا شباب السفيريكة القروي البعد على ايه وبي أنا بعد عن عن سنتر الكيو دي في سنتر معي يبقى أنسب حاجة أتخيل شكل الفرق شكل كورا يبقى عندي الدي الدي في اتجاه الار زياد الدي سيتا في اتجاه السيتا زياد ار سين سيتا دي في اتجاه الفا واروح كاتب دي مكان الدي ال يبقى عندي اكتب الاي واكتب الدي ال ومضروبين في بعض وكامل هذا الكلام طبعا انا لما يجئ اكامل اول كيو على اربعة باقي انا عندي ار لما تضرب دود برودكت في ار الوحيدة اللي تظهر انما ايه ار في ايه سيتا وار في ايه في ايه في ايه زيرو يبقى كل ال كوردينتس بصفار كل كوردينتس دي ايه في دي خلي بالكم معلش دي غلطة في السطر القبل الاكيد يبقى الناتج كيو على اربعة باي ابسل ار تربيع دي ار وفيه سالب لما كامل واحد على ار تربيع بالكام يا شباب سالب لا تزول سالب اثنين تبقى سالب ايه سالب واحد يبقى تبقى واحد على ار بي ماشي يبقى تبقى واحد على ار بي والسالب اللي بره برضو يتشال وبعدين عوض بالقاب ار ناصل الور تبقى كيو على اربعة باي ابسل ار بي ناص كيو على اربعة ما بين اللي تبقى جبت جهد بي الوحد جهد الوحد ده فرق الجهد يبقى كده احنا عارفنا الورج وعارفنا ال مزبوط يبقى هنا من المتعرف عليه لو احنا عندنا جيب ال اللي هو ايه فرق الجهد ما بين نقطتين بتعتمد ابون زر ديستانس فروم زبو تشار هي اعتمدت بس المرة تربيع يعني ديستانس بس يبقى خدنا بالنا من القانون خلاص الجهد عند اي نقطة هو ما بين النقطة وما بين النقطة اختيارية اللي هي بتبقى الجراون بكأن مثلا ممكن تقول نقطة عند مالة نهاية يبقى كأن جهدها بايه واحد على مالة نهاية بزيرو يبقى كأن جراون مش أنا لما للجراون للزيرو كأن فرق جهدها مع زيرو هو دا اللي نعم فبالتالي البيع عند الار عند أي بعد للار يبقى 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 تساوي السالب تكامل من مالة نهاية الار اي ضد ال اكزامبل على الكلمتين التي قلنا لهم يبقى إخزامبل عليهم يقول لك واط المطلق المطلق با عند نقطة واحدة وهو 2 متر على 2 متر من البا نهاية النقاطية 5 ميكرو لئي نحن وما المبذول لكي نحرق 8 نهاية من مالة البيع تعال واحدة واحدة. البي بتساوي قولنا كيوة على اربعة باي ابس لونوت في الار. عوض الكيوة عندك. الار عندك. تطلع اتنين وعشرين ونصف كيلو فورت. شوف جهدي كبير جدا. طب الشغل المبزول بقى عشان السؤال رقم بي. دابيو على كيو. خلاص. طب انا عايز مين? انا عايز الديو. يبقى في في كيو. الفيم الدهاء ما انا جبنا اه اه اتنين وعشرين ونصف عشان السؤالات هي نفس الجيد. هتتضرب في الكيو بتاعتي الجديدة. اللي هي التمانية في عشار السؤالب تسعة. يطلع مية وتمانين في عشار السؤالب ستة. اللي هي مية وتمانين مايكرو. البيتنشيل جريديانت يعني التغير في البيتنشيل. انا عايز اقولك علي معلومة. حاجات بقى انت خدت سيركيت وان. سيركيت وان خدتها. حلو جدا الفرق الجهد ما بين او بي مش هو سالم فرق الجهد ما بين بي و ايه نفس الكلام او المواد مادة مختلفة اه لكن نفس القوانين بس حتى تشرحها باسلوب تاني لكن توصل لنفس الناتج اللي انت عارك طب الفي اي بي زائد الفي بي ايه بتساوي ايه ايه بقى تكامل الدايرة دي يعني ايه شباب اللي نورا اكتكامل على مغلق طب انا لما بكامل على امشي على كل اللوب بتطلع الناتج بكامل صفر كيرشوف فورتج لو اهو ايه ضد فهو بيقولك برضه يبقى لو مش هنا على مصار مغلق لازم يطلع نفس الناتج بايه ضد يقل بكامل بامشي على مصار مغلق بكامل على مصار مغلق بيساوي الزيرو طبعا هنا اه في قوانين بقى ستوك كثيرا باستغلوا اللي انا كنت شرحته في الاول خالص بيقولك ايه ضد ايه لو انت بقى بيساوي تكمل على مصار مغلق بيساوي تكمل على سطح كيرل ايه ضد اس يبقى كيرل ايه بيساوي زيرو الحاجات دي هتاخدها كيرل ايه بتساوي زيرو دي هتاخدها في المايكرو ويف في المايكرو ويف فعشان كده برضو ايه نعدي عليها ايه سريعا مش مشكلة اه طبعا ايه كيرل ايه بتساوي اه بتساوي زيرو في صورة بنقول عليها اسمها الانتجرال فورم وفي صورة بنقول عليها اسمها الديفرينشيال فورم اللي هو الانتجريشن لما بعمل كيرل طب ما كيرل طب ما بقى احنا عارفين ان علامات الجراد لا دي باي دي اكس بارشل بارشل دي باي بالنسبة لأكس زائد بارشل دي بالنسبة اللاي الانتجرال دي باي دي واي ها دي الانتجرال فبنقول عليล فرينش هالفورم خلاص طب الطيب فتاني بتساوي سالب تكامل؟ الاي دوت ال لو احنا فضلنا البوساي الدول خدنا حتة من دي في يابقي نحاول دي بي بيتساوي سالب؟方面 طب الآن دي بي مش بتساوي دي بي بارشل دي بي بالنسبة لأكس كل ده برشا. انا عندي اي ضد دي اي اكس في اتجاه ال اكس اي اي يزد في زد. ضد بروضكت دي اكس في اتجاه الاكس zat دي وي في اتجاه الاي زد في اتجاه زد. تديني اي اكس دي اكس زد اي وي زد اي زد اي زد اي اكس. منها نحصل ان الاي اكس لو انا عندي في وعايز اجيب الاي. اعمل ايه? افاضل الكمبونات بتاع دي في باي دي اكس بارشة البي بالنسبة ال اكس. وبعدين بارشة البي بالنسبة الواي جيب الاتجاه الواي. بارشة البي بالنسبة الزت ده جيب المتاجه الزت. سؤال. هي البي كمية اسكيلر ولا كمية فيكتور? البي. طبعا الكلام يوضح ان في عدم تركيز. سؤال. ركز شوية. هو الاي فيكتور ولا سكيلر? الاي. 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 ده انتو انتحنتو في الاي يا شباب. الاي فيكتور. والدي ال. فيكتور. فيكتور ضد فيكتور. يديني ايه? يبقى الفي لازم تبقى سكيل. ده فرق جهد. ليس اتجاه. ده الفرق بين دي و دي. لكن ليس اتجاه. طيب انا لو اديتك البي انا بديك كمية سكيلر ولا كمية فيكتور. بديك كمية سكيلر. ماشي احنا قلنا لما بقبلاي الجراد على كمية سكيلر يحولها الفيكتور. اهو اخر سطر اهو. فيكتور ايه بتساوي سالب جراد بي. اه. عشان يوضح الحتة دي. انا بديك الفي وعايز الفي. طب الفي اللي مديها لك اهي. سكيلر ولا فيكتور? سكيلر هو فين الاتجاه? ده هو بيقولك اتنين اكس تربيع زاد تلات واي تربيع زاد خمسة زد تربيع. خلاص? الاكس دي بتاخد رقم والوال بتاخد رقم وزد بتاخد رقم. يعني الناتج ده بيبقى ايه؟ كمة مش عايز الفيلد. الفيلد اللي هطلع intenور ولا سكيلار? اعمل بقى بس بيقولك عند نقطة. سالب جراد بي. سالب برة. هفاضل ال في بنسبة للاي في اتجاه اكس. ال في بنسبة ی في اتجاه مي بالنسبة للاي في اتجاه زاد. فاضل بقى اللي فوق دي. مش تضينينا اربعة اكس. تضينينا اربعة اكس في اتجاه اكس. والي بعدها سيطة وي في اتجاه اي زاد عشر زد في اتجاه زد. صح ولا لا? عوض مكان الاكس بواحد اعوض مكان الواي باتنين اعوض مكان الزد تلات يطلع اهو اطلع طلع اتجاه ولا طلع ايه متجه ولا اه ولا سكيلر متجه مش كمية كمية ايه قياسية ولا متجهة كمية سكيلر دي دي لازم يا جماعة كمية فيكتور في الاخر ايه طلع كمية فيكتور والبي كمية سكيلر لازم تبقى عارفين ده فيكتور ما انت بات بسألك في ال ايه اكتر كفيلد او انت بمتحم متر من الاسبوع اللي فات وجاي الدرجات انا اعتقد اللي يقول ان ال اي دي سكيلر المفروض نغير له الدرجة بتاعته نحطها له صفر ازاي الاكوا اا الاكواي اا الاكواي طبعا لسه قيلنا ان انا لما بكامل على سطح مغلق اي ضد دي ال وفقا لقانون كيرشوف ااا بولتج لو ان انا لو مشيت على مصار مغلق اي ضد دي ال بتساوي يا شباب بتساوي زيو صعبة طبعا في شوية حاجات بواصل اكوايشن ولابلاس اكوايشن الجزء دوت يمكن اكتر هتاخده في المايك ويف يعني بيقول لك ما شعب ايه ديف دي بتساوي رو في ااا طبعا مشيلي دي وحط ابسلون في الاي وبعدين عندك الاي بتساوي سالب جرات في بيعوض بالقوانين دي بيوصل لان انا لو عملت تفاضل مرتين لدي سالب رو في على ابسلون بقولك البي تربيقات ديت طبعا بتوصل منها لو رو في بزيرو يبقى ان انا بفاضل مرتين اللي بي بتساوي صفر ده اسمه لابلاس اكوايشن كان دخل لابلاس في الفيلد معانا طبعا لما باجي احسب البوتينشا لارجع تاني انا قلت لو شحنة نقاطية نفس اللي كنت بعمله في الالكتريك فيلم كنت ببدأ بشحنة نقاطية وطلع عليها ناتج فكان بيقولك يو على اربع بي ابسلونة فقار صح طب لو انا افترضت ان الشحنة بتاعتي شحنة طولية او حجمية او سطحية استبدل اعمل اعمل دي في احمد حتة دي في وبل التلت احط ديكيو واشيلا ديكيو وحط بدالها ايه لو شحنة طولية روermل دي ولو شحنة سطحية ولو شحنة حاجمية وطبعا لاعلى الربع بي ابسلون فالار بي ابسلون فالار ربع بي ابسلون في الار بالا، القوانين اللي متجم hers لديك نفس الوصف الذي قمناه في الالكترين سؤال على الجزء الذي قلناه تجد مستقبل 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 لديه توزيع منتظم طولي مستقبل زد زد ما شرط بزر و؟ طالما يقوم بزر ما هو عمو الجزء الدخل يقوم بزر مستقبل كلام هذا المساعدة المستقبل ما كان بيقولك إكسي بتساوي كذا وإيه بتساوي كذا إبدا داية مستويات متقاطعة بتخطعت في خط مستقيم يا شبابنا مش مذاكرين طيب إحنا عندنا الدي في بتساوي دي كيو على 4 باي إبسولون في الار أشيل الدي كيو أحط بدلها رو إلي دي إيل على 4 باي إبسولون في الار تربية البي في الصفحة اللي بعديها تكامل الدي بي هي رو إلي دي إيل على 4 باي إبسولون في الار الدي إيل بتاعتي أنا مشي على سيركولار رينج يبقى الدي إيل بإيه بار دي فاي اللي هي إيه دي فاي الريدياس بإيه أنا مفترضه في السؤال طيب الار بتساوي إيه نعم لا 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 هي هي أر بس دي غلطة الاخر سطر لا رو إلي دي إيل على 4 باي إبسولون في الار هي في ار دي باينة أو هي أر بس أر بس ما هي لو على أر تربية دي تبقى إليكتر كفيل في الاخر سطر ده بتين خطأ أر بس يبقى رو إيل دي إيل على 4 باي إبسولون في الار المر بتساوي إيه جازد في صغور صد زد تربية زد ايه تربية الفي بقى بتساوي رو إلي في إيه على 4 باي إبسولون جازر زد تربية زد ايه تربية التكامل بتاعي بتاع الفاي عشان ياخد السير كولارين من 0 إلى 2 باي الفاي دي في تكملها ساتبقى في أعوض بالـ يبقى ديت اتنين باي أشتبه الاثنين باي مع الاربع باي اللي لتحت وحطت اتنين تحت تبقى روء اللي في الايه على اثنين ابسلون جزر زد تربيه زاد ايه تربيه طيب عايز اجيبي الايه شفت بقى سالب جراد في طب ما انا جبت مش احنا جبنا مش احنا جبنا الفي طب ما نجيبي الايه طبعا انا بتكلم على الكواردنتس بتاعي سيلندري كالكواردنتس فيبقى المفروض ان انا بقول جراد في بتساوي بفاضل بالنسبة الار في اتجاه ار زاد واحد على ار ايه بتاعتي بتساوي ايه انا ما عنديش غير الاتجاه ميل اللي المتغير اللي هو اتجاه ايه اتجاه الزد بص في الصفحة اللي قابليها انا نهايتي كانت زد هيه المتغير الوحيد اللي عندي خلاص فانا ده اللي بفاضل بالنسبة لما نيجي نتكلم بقى يبقى انفاضل بالنسبة زد يبقى هيبقى الناتج طبعا انت بقى بتفاضل ده مسألة تفاضل لعبتك هيبقى عندك ايه بقى زد تربع زد ايه تربيع قص سالب نص لما طبعا انت بتعمل ايه بتنقص من القص واحد وتفاضل ما بيدخل القوس يعني تبقى سالب تلاتة على الاتنين وطبعا تفاضل ما بيدخل القوس يعني اه هيطلع في الاخر اللي بتساوي سالب رو الا على اتنين ايه في سالب زد على زد تربع زد ايه تربعه ستلاتة على الاتنين في اتجاه زد يبقى الايه بتساوي اخر قانون في البرواز رو الا في ايه زد على اتنين ابسلون افتح قوس زد تربيع زد ايه تربيعته زبار تلاتة على الاتنين في اتجاه الزد ممكن اجيلك في امتحان اقولك اثبت لي الالكتريك فيلد اه في نقطة على الزد اكسس نتيجة ان في عندي علاينة شارج على سيركولارين مسأله اتثبت بطريقة الايه البوتينشيال جبنا البوتينشيال الاول عنده النقطة على الخط يعني عنده النقطة على الخط دوت اللي على الزد اكسس وبعدين عملنا ايه رحنا جابنا منها الايه فشوفت ده اثبات ده حاجة تقدر انك انت ايه تستخدمها لان كنا صعب علينا نجلبها مباشرة بالايه فجبناها بالفي و بعدين جبناها بالايه ما فيه مشكلة لا نحن عملناها في كلها ايه ً الجزئيه ده ما عملناها دلوقتي يعني كلك في بقى انا عرفنا الوورك وعرفنا البوتينشيال والبوتينشيال ديفرانس وعرفنا القوانين بتاعه ومسائل عليهم وإعزامبلز عليهم الدور بقى عليك بعد كده ان شاء الله وأنك ستحل بقى الشيط إن شاء الله في السيكشن ياريت نذاكر ونتبع مع بعض ونسمع أن يتحضر مرة واثنين لحد ما تثبت في الأسئلة هل يوجد أي أسئلة يا شباب؟ شكرا جزيلا